ألا يقول ما حكم لبس خاتم الحديد يباح لبس خاتم الحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة أمره أن يأتي بصداق فذهب ولم يجد شيئا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد لكن بعض العلماء يكرهه يقول لي أنه حلية أهل النار حلية أهل النار يكره كراها التنزيم أو كراها التحريم نعم